سعى السفير نادر حدك قلت جملة مهمة في النص كده وهارجع بعد كده للحوار بين رئيس الوزراء والمستثمرين الإماراتين فيما تعلق بالاستراتيجية السلسية بين مصر والإمارات والأردن ماذا عن هذه الاستراتيجية؟ طبعا التفاصيل سنتم الإعلان عنها باكر خلال مراسم توفيع الوثيقة لكن دعنا نقول أن بداية التفكير في مثل هذا النوع من التعاون تم خلال الزيارة المهمة جداً لما قام بها جلالة الملك عبدالله الثانيجي الحسين الملك الملك الأولينية الهاشمية واسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر في رمضان الماضي ولقاهم بسيارة رئيس عبد الفتاح التنسي وخلالها تم التوافق بين الزعماء على ضرورة أن تتكامل جهود الدول العربية ونفكر في حلول غير تقريبية نستطيع من خلالها من خلال التوحد والترابط وزيادة الاعتماد المتبادل واشتغنال كل دولة الإمكانات التي لدى الدولة الأخرى تستطيع أن نصل لصيغة معينة لمبادرة تحقق مثل هذا النوع من التكامل خطاعات متعددة سيتم الإعلان عنها ذاكرة من المراسم التواصل تتكلم على صناعة ولا حاجات أخرى بجانب الصناعة؟ هي تركز على مجالات الصناعة هي حتى المبادرة الاسم الرسمي لها مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة فنحن نركز في مجالات الصناعة لكن الصناعة تؤثر على مجالات أخرى يعني التصنيع الجذائي يفيد القطاع الزراعي لأنك تستغل المواد الخام الناتجة من القطاع الزراعي مستلزمات الدواء مثلا إذا كان هناك تصنيع فيها فالمدخلات الخاصة بهذا تأثير من قطاعات أخرى نعم هي قطاع يعني هي مبادرة يعني معنية بالتصنيع أولا لكنها تأثيرها سيكون سبير على مجالات مختلفة يكفي أنها مبادرة عربية عربية ثالثة حتمثل نموذج يعني متكر لكيفية مواجهة الأزمات وده اللي أكد عليه النهاردة سمول الشيخ محمد بن زايد ممكن لسه نحن البيان لم نصدره بعد لكن سمول الشيخ محمد بن زايد مشكورا انفقى دكتور نصفنا الدولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور ريشن فاصونة رئيس الوزراء المملكة الأوردينية الحاشمية مفائلهم وأعرب عن سعاته الكبيرة جدا بنجاح فرق التفاوض من الدول السلاس في التوصل لصيغة لهذه المبادرة وسمول الشيخ محمد بن زايد أيضا أكد خلال لقاهه برئيس الوزراء المصري والأورديني على أن الفترة القادمة يجب أن تشهد مزيد من المبادرات مثل هذه المبادرات لأنها مبادرة مختلفة وغير تقنيدية تأتي لمواجهة أزمة عالمية غير مصدوقة كبير مثل هذا النوع من المبادرات بين الدول العربية نستطيع أن واجه الأزمة ونحول كما نقول دائماً العبارة الشهيرة نحول المحنة إلى ملحة يعني المحنة التي نشهدها من خلال الأزمة العالمية لسه جاينا حالياً صور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات مع دكتور مصامة بولي ورئيس الوزراء الأردني أيضاً فضل سعد سفير هو اللقاء اللي تم مساء اليوم بمناسبة التوقيع غداً إن شاء الله على الوثيقة وطبعاً سمو الشيخ محمد بن زايد نقل تحياته لسياد رئيس عبد الفتاح السيش هو لملك الأردن وأكد على أن المبادرة مهمة وفي توقيتها هل سعد سفير نادر مفتوحة لدول أخرى ولا إحنا الثلاثة بس مع بعض؟ هل وارد؟ الدول التي ستتوقع بكرة هم ثلاث دول فقط الإمارات، مصر، الأردن يعني ما عنديش معلومة في خصوص دول أخرى تقضم أو دول تحدو حزوانا وتقوم بمبادرة شديدة هل هي دي الأول مرة في العالم العربي تحدث؟ بهذا الشكل أستطيع أن أقول يعني إحنا كنا عندنا طبعاً لدينا تاريخ من عمليات أو محاولات التكامل في العالم العربي لكن ما يجعل هذه المبادرة مختلفة أنها نبعت من حاجة أصيلة للتعاون ولم يصدقها يعني زيما إحنا كنا مشكورين في العالم العربي الكلام يصدق الفعل نعم فتحولت المبادرات في السابق إلى أو وقفت المبادرات في السابق عند حدود الكلام ولم تنتقل إلى حدود الفعل هذه المبادرة مختلفة كماماً هذه المبادرة تنطلق بالأساس من الفعل تنطلق بالأساس من الحاجة للتعاون والتكامل بين اقتصادات مصر والأردن والأمارات تنطلق من مشروعات محددة أما درافتها على مدار السهر الماضي نبقى حضرتك المدفقات أما في رمضان نعم وحنوقع بكرة يعني شهر أو أكثر فرق التفاوض تدرس كل مشروع يمكن أن نستغله ونقيم فيه تعاون ثلاثي ولما نقول تعاون ثلاثي كل مشروع سيتم اختياره هو يخدم الدول الثلاثة أو تستفيد منه الدول الثلاثة أيا كان هذا المشروع سيقام على أرض أية دولة لكنه سيفيد الدول الثلاثة مشروع معين سيقام في مصر سيفيد الإمارات سيفيد الأردن مشروع معين إرطائماً نحن نقيمه في الأردن سيفيد الإمارات وسيفيد مصر وهكذا يعني المشروعات سوفيد الدول الثلاثة بإطار أن الكل يستفيد طيب سعد سفير نادر طمأنة رئيس الوزراء للمستثمرين اللي قابلهم النهاردة عن جراءات مصر فيما يتعلق بالقطاع الخاص بالاستثمار فتح المجال للاستثمار الخارجي عربي أجنبي وغيره الطمأنة اللي تمت أنه كان بعض الناس كان ربما يكون لهم مطالب في بعض العقبات اللي واجهت بعض المستثمرين والله هو الناس إحنا لقناهم النهاردة متابعين جيدين جدا يعني جدا جدا لما يحدث في مصر وكلهم بلا استثناء استمعوا لحديث رئيس الوزراء أو علموا به يعني في المؤتمر المحب العالمي وأشادوا بالنقاط التي تضمنها خاصة النقطة المتعلقة بزيادة مساهمة القطاع الخاص أو وصول بالقطاع الخاص لمساهمته إلى 65% من نسبة الحالية من 30-35% الكل أشهد بهذه الخطوة الكل أشهد أيضا بما ذكر رئيس الوزراء سواء اليوم أو كان ذكره من أسبوعين لما قال إننا نعمل رخصة ذهبية وإن تصريح أو ترخيص إقامة مشروعه وتشغيله لن تستغرض أكثر من 20 يوم فقط كل هذه النقاط التي ذكرها رئيس الوزراء في حديثه اليوم كانت في حال إشادة وكل الشركات يعني حتى اللي كانت بها بعض الملاحظات يعني في الأصل استفسارات أكثر منها ملاحظات لأن لما تجد أن كل شركة تتحدث تتحدث عن مشروعاتها الحالية وتقود وتتعهد بأن هناك مشروعات قادمة ولا ينزل في جعبتها استثمارات إضافية سطى ذخها سيدل على أن هذه المجموعة من المستثمرين اتصق في الاقتصاد المصري النهاردة الممثل أو رئيس شركة الدولي وهو مستثمر هندي تامير قال لرئيس الوزراء أنا انتقيت ثمية من أربع سنوات وكنت في ساعتها تعهد وقلت لك أن أنا حستثمر في مصر بخمصونيات مليون دولار أنا النهاردة بقول لك لا أنا مش حستثمر بخمصونيات مليون دولار أنا حستثمر بمليار دولار النهاردة الرقم اللي أنا كنت متفق معاك عليه من أربع سنوات لا أنا ضعفته وقال له برضو أن أنا بعتذر لفترة الكورونا أخرت المشروعات بتاعتي في مصر لكن خلال ثلاث شهور أربع فروع لشركة اللولو ستفتح في مصر يعني فترة طبعا كورونا كان في تبضع في بعض المشروعات وبعض الاستثمارات طبيعي جدا لكن الرجل تعهد ثلاث شهور من الآن استثمارات جديدة للولو ستفتتح في مصر وأكد أن الغالبية الكافحة من العاملين فيها إلا ليكون جميعهم هي عمالة مصرية وهو وقال حتى قال أنه هو بيطبق قاعدة المساواة من الجنسية يعني حيبقى 50% بكور و50% إناس في إطار خفص شركته على تنتين المرأة وفتح مجالات عمل لا يعني تسعد في مصر عندما تجد رؤساء شركات كبيرة ومستثمرين لهم وزنهم ولهم اسمهم في العالم وليس فقط في العالم العربي تجدهم يتحدثون عن مصر بهذا القدر من الإيجابية وبهذا القدر من أفتقاه وده يعطيك حتى يؤكد لك أنك تسير على طريق صحيح حتى في ظن الصعوبات وبيمثل رسالة أيضا من المستثمرين الآخرين يعني أي مستثمر جديد سواء مراكي أو مستثمر أجندي نعم قبل ما بيأتي إلى مصر بيسأل المستثمرين القائمين يعني استثماراتك في مصر عامل إيه نعم هل بتواجه مشاكل؟ هل الحكومة الكلام اللي يطلع رئيس الوزر يقول هل بتصبق فعلا ولا لا؟ نعم هل العشرين يوم الرخصة وفي رخصة ذهبية حصلت ولا لا؟